اختتمت أعمال القافلة الطبية بمدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة استمرت القافلة الطبية لمدة يومين ثم وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على المواطنين بإجمالي 400 حالة قوافل حياة كريمة في الوادي الجديد نفذ شهريا بمعدل 8 قوافل 16 يوم قوافل واحنا على مدار الشهر الماضي تم الكشف على حوالي 5000 مواطن من سكان الوادي الجديد في القرى الأكثر احتياجا والقوافل دي بتم الفحص الاكلينيكي بالنسبة أو توقيع الكشف الطبي على المترددين وعمل الإشاعات والتحارير اللازمة بالإضافة طبعا أن احنا لو في حد محتاج تدخلات جراحية بنحاوله الأقرب مستشفى وبتلقى العلاج هناك العلاج الجراحي ولو فيه أي أدوية بتصرف في القوافل طبعا لكل المترددين بتصرف بصورة مجانية